مشاهدين الكرام أهلا بحضراتكم معنا ولقاء يتجدد دائما مع صباح كل يوم وبنصبح عليك النهاردة الأربع عشرين من شعبان عام 1443 هجريا 23 مارس 2022 خلاص أيام قليلة ونستقبل شهر رمضان الكريم كل عام وحضراتكم بخير كل عام وكل الأمة العربية والإسلامية يا رب يعيد علينا هذه الأيام المباركة هذه الأيام الجميلة بالخير واليومي والبركات وربنا يحفظ مصر بلدنا يا رب آمنة مطمئنة في سلام وأمان بإذن الله النهاردة الحقيقة معنا مجموعة من الفقرات الهامة إن شاء الله تنال إعجابكم ورضاكم معنا فقرة بنتكلم فيها عن مبادرة حياة كريمة والحقيقة يمكن تكلمنا كتير في حلقات سابقة عن هذه المبادرة اللي بالفعل بتهدف إلى يعني تحسين مستوى الخدمات اللي بتقدم للمواطن المصري في كل المناطق الريفية وفي كل القرى وفي كل المناطق النائية اللي هي كانت بالفعل بتفتقر لأبسط الخدمات ولكن إلى حد ما يعني بدأت هذه المبادرة تؤتي بثمرها الإيجابية وهذه المبادرة في لها استراتيجيات معينة عموما بشكل عام بنقول إنها بالفعل مبادرة حياة كريمة أصبحت نموذك بيحتزى بي يمكن في عدد كبير من الدول الأفريقية ومن الدول العربية فبنقول تحيي التقدير واحترام وطبعا لسيادة الرئيس للقيادة السياسية سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لأن يعني أوامر مباشرة من سيادته للاهتمام بكل الأسر الأكثر فقرا والأولى بالرعاية من خلال كافة برامج الحماية الاجتماعية أيضا عرفنا فيه خبر أنه تم إضافة حوالي 450 ألف أسرة لمبادرة أو لبرنامج تكافل وكرامة أيضا الأسر الأكثر احتياجا ودائما سيادة الرئيس يعني دائما توجيهاته لمتابعة هذه الأسر وتقديم كافة الخدمات لهذه الأسر عموما كمان معنا فقرة مهمة بنتكلم فيها عن الترجمة والترجمة بشكل عام يعني زي ما بنقول هي نقل أو إعادة كتابة أي مثلا عمل أدبي سواء شعر سواء مصرحية سواء قصة سواء رواية إعادة كتابتها بلغة أخرى ودايما تقاس حضرات الشعوب بمقدار ما تقدمه من أعمال ثقافية سواء كتأعمال أو أعمال فنية أفلام سينمائية ومصرحيات بالتأكيد الترجمة لها دور كبير جدا في حياتنا لأنها بتدينا فرصة للتعرف على ثقافات الدول الأخرى كمان فيه ترجمات كتيرة من العربية من اللغة العربية إلى لغات أجنبية تبادل الثقافات ده شيء مهم جدا في الحياة لأنه دايما بنقول أنه الفن لغة مشتركة يعني أو لغة عالمية لما بيكون فيه عمل فني جميل ويترجم إلى لغة أخرى بالتأكيد بنفهمه ونستوعبه ونستمتع به فقرة مهمة عن الترجمة بتمنى أن حضراتكم تتابعوها معنا لكن في البداية زي ما احنا دايما نتعودين بنبدأ يومنا بالرياضة والنشاط والحيوية نطلع فاصل ونرجع مرة تانية ونواصل لقاءنا بنرجع مرة تانية ونبدأ مع حضراتكم جولتنا السريعة مع الأخبار وأخبار الأربعاء 23 مارس سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي يلتقي محمد بن زايد ورئيس وزراء إسرائيل التقى سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس بمدينة شرم الشيخ الشيخ محمد بن زايد آلة نهيان ولي عهد أبو ظبي ورئيس وزراء إسرائيل وصرح السفير بسام رادي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية تناول التباحث بشأن تداعيات التطورات العالمية خاصة ما يتعلق بالطاقة واستقرار الأسواق والأمن الغذائي فضلا عن تبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه آخر مستجدات عدد من القضايا الدولية والإقليمية دعم المواطن أولوية عند الرئيس السيسي والحكومة ترحيب برلماني بحزم تقرارات الحماية الاجتماعية للتصدي للتحديات الاقتصادية الرئيس حريص على تخفيف الأعباء ودعم القطاع الصناعي وتعظيم الاستثمار مجلس الوزراء يوافق على مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2022 و2023 رئيس الوزراء إعادة هيكلة الموازنة العامة للتعامل مع الأزمة العالمية رئيس الوزراء يتابع موقف طرح الوحدات السكنية والأراضي للمصريين بالخارج رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكولي تعاون بين الاتصالات والإسكان الحكومة لا صحة لتخفيض حصة الفرد من دعم بطاقة التموين عن 50 جنيه القوات المسلحة تنظم فعليات المنتدى المصري البريطاني لمكافحة الإرهاب منافذ وشوادر مبادرة كلنا واحد تقدم سلعا مخفضة بنسبة 60% توفر كافة احتياجات رمضان على مداري الـ 24 ساعة المواطنون شكرا لسيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لجودة السلع وانخفاض السعر الدخلية الكشفة على السيدات بمستشفيات الشرطة بالمجاني بمناسبة عيد الأم الدخلية تطبط 86 طن أغذية احتكرها التجار لرفع أسعارها خلال 24 ساعة الزراعة ضخ كميات كبيرة تجاتي الغذائية بمنافذ القطاع بأسعار تنافسية محافظة القاهرة تصرف 52 مليون جنيه تعويضات لسكان عرب الحصن بالمطارية الصحة تطلق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال من 27 إلى 30 مارس الجاري أسعار الزهب ترتفع 15 جنيه وعيار 21 يسجل 1090 جنيه للجرام وآخر أخبارنا الأخبار الرياضية المنتخب المصري يتأهب لمواجهة السنغال وهي بالفعل مباراة رياضية هامة جدا هي مش مجرد رياضة ولكن هي بالفعل ده واجب وطني عايزين يكون فيه كل التشجيع وكل التقدير وكل الاحترام لمنتخبنا الوطني المصري لرياضة كرة القدم لأنها بالفعل مباراة مهمة جدا جدا يعني عايزين طبعا المشجعين في الاستاذ عايزين إحنا أكتر من مليون مصري عايزين أكتر من 100 مليون مشجع لمنتخبنا الوطني المصري لكرة القدم بالتوفيق يا رب وإن شاء الله نتأهل لكأس العالم بإذن الله وآخر أخبارنا مع الأرصاد الجوية واستعارات سريع لدرجات الحرارة تقص الأربعاء أمطار تمتد للقاهرة ورياح وأتربة والصغرى بالعاصمة 8 درجات درجات الحرارة في بعض المحافظات في القاهرة العظمة 17 والصغرى 8 في الأسكندرية العظمة 15 والصغرى 11 في مرسى متروح 14-9 في سهاج 19-8 في قنى 21-10 في أسوان 23-12 وأخيرا في مدينة سانت كاترين العظمة 13 ودرجة الحرارة الصغرى 3 مشاهدي الكرام حنتلع فاصل ولكن حنرجع مرة تانية ونواصل مع حضراتكم تقديم فقراتنا وبنصبح عليك كرام بنرجع مرة تانية ولما بنتكلم عن مبادرة حياة كريمة هذه المبادرة الرائعة التي تعتبر الأكبر والأشمل من نوعها في تاريخ جمهورية مصر العربية ويمكن في تاريخ الدول الأفريقية والعربية بشكل عام هذه المبادرة أطلقها سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2019 وهي الحقيقة مستمرة مستمرة وفق الاستراتيجية معينة مستمرة وفق لمراحل زمنية معينة وإحنا شايفين بالفعل في تفعيل على أرض الواقع ويعني حياة كريمة حاليا في عدد كبير من القرى وبدأت بالقرى الأكثر فقرا والقرى الأكثر احتياجا وهتستمر بإذن الله ويمكن الميزانية التي كانت موضوعة لهذه المبادرة مبادرة حياة كريمة تم زيادتها تبقى لاحتياج هذه المبادرة وتبقى لاحتياج الأسر الأكثر فقرا والأولى بالرعاية وطبعا هي بتشمل الكثير والكثير أو تقريبا كل المجالات أو كل الخدمات اللي بيحتاجها المواطن المصري من خدمات في المجال التعليمي وإقامة عدد كبير من المدارس في مراحل دراسية مختلفة من تقديم سلع ومواد غزائية لكل الأسر من إنشاء وتطوير عدد كبير من الطرق والكباري إلى هذه القرى من توفير فرص عمل بمشروعات صغيرة ومشروعات متنهية في الصغر تجهيز عدد كبير من الفتيات اللي كانوا بالفعل في أشد الاحتياج للجهاز لتكوين أسر يعني بالفعل يمكن لو تكلمنا ساعات وساعات عن هذه المبادرة الكبيرة بتشمل أيضا الخدمات الصحية اللي بيتم توفيرها لكل مواطن ولكل طفل مصري بيحتاج إلى أي نوع من أنواع الرعاية الصحية فهذه المبادرة هي بالفعل مبادرة كبيرة ومبادرة قوية جدا ويعني عايزين نلقي الضوء بشكل سريع يمكن في ظل الأوضاع المالية الحالية وما يشهده العالم من أزمة ومن تغيرات اقتصادية في هذه المرحلة تمت الموافقة على إعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي ودايما توجيهات سيادة الرئيس أنه لا يعني يكون فيه تقدير ويكون فيه تقديم كل الخدمات للأسر أكثر فقرا والأسر الأولى بالرعاية دايما هذه الموازنة دايما بيكون يعني الاهتمام فيها لكل هذه الأسر حتى لا يكون فيه أي نوع من أنواع التقصير في تقديم كافة برامج الحماية الاجتماعية وكمان شايفين دلوقتي السلع الغذائية متوفرة في كافة يعني تقريبا المحال وفي الجمعيات الاستهلاكية سلع غذائية بتخفيضات رائعة جدا أولا من خلال مبادرة كلنا واحد هذه المبادرة اللي بتقدمها وبترعاها وزارة الداخلية انطلاقا من دورها المجتمعي شايفين أيضا معارض أهلا رمضان هذه المعارض اللي بيتم أيضا فيها توفير كافة أنواع السلع الغذائية بأسعار مناسبة جدا لكل مواطن مصري يعني بالفعل بنقول كل التحية والتقدير والاحترام للدولة المصرية للقيادة السياسية لكل المسؤولين لأنهم بالفعل لا يقلد ولا يتأخروا عن تقديم كافة الخدمات لكل مواطن مصري كمان عايزين نشير ونؤكد على المباراة القادمة لمنتخبنا المصري الوطني عايزين تشجيع عايزين بالفعل زي ما بنقول أكتر من مئة مليون مشجع مصري عايزين يقدم يعني كل التشجيع وكل التقدير وكل الاحترام لمنتخبنا الوطني المصري لكرة القدم لأنهم بالفعل لمجموعة من اللعيبة يستحقوا فعلا كل التقدير والاحترام وتشجيعنا ده بالفعل هيديهم حافز وهيديهم حماس أكتر علشان يؤدوا هذه المباراة أمام السنغال علشان بإذن الله للتأهل لكأس العالم إن شاء الله مشاهدينا الكرام ده كان استعراض سريع وإلقاء الضوء على أهم برامج الحماية الاجتماعية اللي بتقدمها الدولة المصرية للمواطن المصري وإن شاء الله فيه ازدياد وإلى الأمام دائما هنتلع فاصل ولكن هنرجع مرة تانية ونواصل لقاءنا وبنصبح عليك نهاية الكرام بتعتبر بالفعل الترجمة من أهم وسائل نقل الثقافة والمعرفة بتعتبر نوع من أنواع التقارب بين الشعوب لما بالفعل بيتم ترجمة قصة أو رواية أو قصيدة شعر أو مصرحية معينة أي نوع من أنواع الأداب أو من أنواع الفنون ده بالتأكيد بيدينا فرصة للتعرف على ثقافات الدول الأخرى هنتكلم عن الترجمة أنواع الترجمة وأسالبها ومفهوم الترجمة أشهر المترجمين في مصر إزاي ممكن يعني الترجمة إزاي ممكن يكون فيه دعم لهذا النوع من الإسلوب يعني لمزيد من نقل الثقافات وتبادل الثقافات ده اللي هنعرفه من خلال هذه الفقرة اللي بتسعدنا وبتشرفنا فيها الدكتورة نادا مجدي الجمل أستاذ أدب أمريكا اللاتينية دكتورة نادا أهلا بحضرتك معنا وبنصبح على حضرتك صباح النور على حضرتك ولا كل السادة مشاهدين دكتورة نادا يعني إحنا تعريف الترجمة كده بشكل سريع بنقول إن هو أسلوب من أسليب نقل أداب معينة نقل فنون معينة إعادة كتابة أو صياغة مثلا مقالات أو أنواع من الأدب بلغات مختلفة برضو عايزين نعرف التعريف من حضرتك بشكل علمي سليم ومبسط كده عشان نعرف أهمية الترجمة قبل ما نتكلم عليك تعريفك إصطلاحيا ونقوله بشكل سليم محتاجين بس نعرف إن الترجمة فعلا زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي فن من في نون الحياة هي الترجمة في الحقيقة هي عبارة عن الوسيلة الوسيلة اللي إحنا بنقدر بيها نتواصل مع الآخر نقرب الثقافات يعني أنا ما أقدرش أني أترجم عاما ما أعرفش ثقافة المؤلف المناخ الموحيب فدي العوائم الأساسية في الترجمة لازم أعترف أن الترجمة فني من الحياة وأن الترجمة من أهم الوسائل هنقول دلوقتي كده تعريف إصطلاحي دقيق عن الترجمة وهو الترجمة هي أحد الأنشطة الإنسانية التي حدثت وتواجدت منذ القدم ومنقصد هنا منذ القدم أن من تولى عملية الترجمة منذ القدم هما التجار لأن كانت الترجمة مرتبطة ووثيقة الصلاة بعملية البيع والشراء عشان لازم يعرفوا لغة الناس اللي قدامهم عشان يعرفوا يبيع ويشتروا معاهم فدول كانوا أول المبادرين في عملية الترجمة الترجمة بتهدف لحقتين بننقذ نص من اللغة المصدر إلى اللغة الهدف أو اللغة المستهدفة يعني إيه؟ أنا عندي اللغة اللغة الأساسية اللي مكتوب بها النص قدامي دي بنساميها إحنا بشكل احترافي اللغة المصدر وبيتم جامع النص إلى اللغة المستهدفة اللي هي اللغة اللي أنا أريد أن أترجم إليها النص مثلا من العربية إلى الإسبانية والعكس طب خلال اسمحيلي أقف بس عند النقطة دي اللغة المصدر اللي هي لغة صاحب النص الأدبي مثلا أو صاحب العمل الفني هي دي اللي هي بتبقى اسمها لغة المصدر بيتم بقى نقله إلى اللغة المستهدفة اللي هي اللغة الأخرى يعني أيها مزموعة تمام عشان أعرف بس أن احنا فهمنا صحيح لا لا تمام جدا تمام ما شاء الله في حاجة مهمة قوي وأنا بعمل عملية النقل دي لازم أني أكون مهتم بأدقة تفاصيل يعني على سبيل المثال لو أنا عندي اللغة المصدر اللغة العربية وأنا بنقل هذا النص إلى اللغة الإسبانية أنا حتكلم مع تخصوصي أنا وكاد أحداث مثلا الرواية تدور في شهر رمضان مثلا يقولني البطل صايم وإحنا في شهر ومصر في شهر رمضان وخلص الكاتب ما تكلمش في حاجة أكتر من كده عن شهر رمضان هل وإنا بقدمها للقارئ الإسباني هل هو عدد رمضان والمسلمين بيصوموا في شهر رمضان وبيصوموا عدد ساعات قدقين طب أنا حالي الإشكالية دي مثلا السعي ممكن أحلها بطرق عديدة في ناس يقولك حط جملة احتراضية في النص أشرح فيها أنا أخاف من كده عشان ما أعملش بلبلة للقارئ صحيح فأقدر إني أستعيد عن هذا الأمر بنسميها بالإسبانيول نوتة بيد بخنة اللي هي الفوت نوت اللي بتبقى تحت على الهامش على حرف الورقة من تحت ببتدي أفصله فيها بشكل مبسط إيه هو شهر رمضان كنت لسه هقول حضرتك لو كان فيه جملة اعتراضية ده ممكن يسبب يعني زي ملل للقارئ لأنه القارئ يبقى فيه مثلا تسلسل لأحداث الرواية المعينة أو القصة المعينة اللي بيقراها فهو بيقرا الأحداث لما يجي يلاقي جملة اعتراضية زي كده هيدايقوا متعيالي القراءة فهو لو حب وهو بيقرأ لأ مثلا كلمة شهر رمضان وبص في النوت حيرجع بقى وهيرفهم ولو يعني طالب بيتعلم ومسك النص الأصلي النص المترجم عشان يتعلم دايما منصح ولجنة طلبة إنه هم يلجأ للتنين مش حاجة واحدة خلي قدامك النص الأصلي والنص المترجم إقرى هنا وإقرى هنا عشان تتعلم انت كان بتعلم نفسك أو تديدكتكو طيب حيلاقي إن الجملة الاعتراضية دي مش موجودة وهطلق بطو حتى أنا لما يجي أعلمهم الترجمة دلوقتي بقوله حط إديك على الجملة الاعتراضية كأنك مش شايفها ماشي جملتك بشكل كامل وسابط عشان تكون سليمة لغويا وبعدين إرجع حط الجملة الاعتراضية طيب لو الجملة الاعتراضية أصلا مش موجودة في النص الأصلي هتؤدي إلى بالبالة أكتر هتشتت الشخص اللي بتعلم أو القارئ فأسلم حل إن أقدم المعلومة لكن بشكل شوية أنا بحسن هو أكثر احترافية تمام تمام ده جميل جدا لأنه زي ما كنا بنكلم يمكن إنه دايما الترجمة بيقوله بياخدوا المعنى برضو بشكل عام يعني مفيش ترجمة حرفية برضو عايزيني تكلم عن النقطة دي إلى أي مدى الترجمة بتبقى حرفية وإلى أي مدى ممكن المترجم ياخد المعنى عمتا يعني إيه الأصحة يعني هالترجمة الحرفية هي اللي صحة ولا هي المترجم بياخد المعنى بشكل عام ويبدأ ينقلوا إلى اللغة الأخرى هو نازل نكون متفقين ودائما برضو أنا بتكلم في النقطة دي على آمانة المترجم وهو نقل النص بصورة كاملة وشاملة تمام لكن أنا ما يفعش إن أنا بترجم النص القدامي مهما كان إن تتعدد الترجمات ما بين أدبية سياسية قانونية قانونية دي من ترجم فيها مواثيق وعهود واتفاقيات حاجات مش سهلة لكن أنا أحافظ عن النص الأصلي بما يتناسب معه ومعملش أخلل في النص الأصلي بس برضو متبقاش الترجمة قلبي دي لالترا حرفيا كأنني بالضبط أخدت الكلمات ما أحترامي الناس بتعمل كده وحطتها على جوجل بشكل ما فيهش أي احترافية وخدتها زي ما هي قلت هو ده النص المترجم وساعات لما عايزة أعرف الولادة عندي بيعملوا بيوصلوا لمستوى ده زي في الترجمة ببتدي إن أنا أمشي عن نفس الطرق اللي هما بيمشوا عليها وبفتح الدكتوناريوس القواميس اللي هما بيفتحوها عشان أقدر لما طالب قدامي يقول لي مثلا الترجمة هو مكان كذا أنت استخدمت قموس كذا ما حدش عايز يرجع للقموس الورقي أو حتى مش القواميس الإلكترونية اللي فيها احترافية اللي هي إسبانيول إسبانيول أنا شايف أفضل خموس يرجع له حد بيدرس اللغة أو بيترجم لسه بشكل أولي تبقى نفس اللغة وبعين أرجع أبص على العربي بتاعها أو العكس عشان بس أفهم وأقدر أن أنا أوصل للمعنى بشكل سليم فبالنسبة لإشكالات الترجمة أنا لازم يكون المترجم على قدر عالي جدا من التركيبات الصحيحة للجملة من النحو الصرف للغة اللغة المصدر واللغة المستهدفة يعني ده مثلا من الإسبانية للعربية يكون يجيد الإسبانية ويجيد العربية اللي اتنين كلغة أم مش أقول أن أنا برضو بواجه مشكلة قصيحنا في العربي مش شطار أو أنا لسه بتعلم إسباني فمش قادر أن أنا تركيب الجملة أركب الجملة أو أفهمها لا إحنا محتاجين بقى حد بروفشنال حد بروفشنال أو عايز يبقى محتاجين أن أجيد هذه اللغة بشكل احترافي وأجيد كمان لغة الأم إن القصة دلوقتي اللي إحنا منعنيها ما فيش إيجادة للغة الأم ودي أصعب تكلمنا برضو كتير دكتورة نادة في حلقات سابقة عن اللغة العربية وأهمية اللغة العربية في حياتنا وإزاي ما جميل إن إحنا نتعرف على لغات أخرى ويكون عندنا ثقافات ولكن فعلا الأهم والأساس هو إيجادة اللغة العربية بتركيبتها بالنحو يعني لازم بالفعل يكون فيه إيجادة للغة العربية عشان نعرف نتعلم الترجمة واللغات الأخرى عملية إثراء اللغة العربية حتى كنت لسا بشتغل مع الولاد في محاضرة من المحاضرات وكت محاضرة ترجمة وكت ترجمة سياسية فبنحاول إن إحنا باي من أقول لهم عشان تحس إن إنت قديت دورك في النص كما ينبغي أن يكون إيرى النص بعد ما تخلص لو لقيت نفسك على ودنك الإقاع بتاعه حلو ما حسيتش فيه إنه هو مترجم إنت كده قديت بشكل احترافي كمترجم لكن أنا بقرأ نصوصت يا جماعة لا واضح واضح إنه في حاجة غلط مش بتاعي مش بتاع لغتي أبتدي إن أنا أشك النص كده مش صح طب أنا ممكن أحط لنص إضافات ممكن أحط له أدورنوس أحط له حليات الحليات دي أثبت بيها النص ودي بتوضح أنا مش بضيف حاجة في السياق أنا ما بضفش معلومة ما بضفش خبر أو حدث أو سبب لم يعتفوه به الكاتب لكن أنا بحط الحليات اللغوية اللي توضح إن أنا شخص فاهم النص اللي قدامي كويس عندي عملية استيعاب كامل للنص ده رقم واحد رقم اثنين أنا متمكن من اللغة اللي أنا بترجم منها ومن اللغة اللي أنا بترجم إليها تمام بالتأكيد دكتورة نادا الترجمة زي ما بنقول ليها دور كبير جدا في إسراء الحياة الثقافية بشكل عام إيه أكثر أنواع الأدب اللي تم ترجمتها هل حالك شايفة الروايات مثلا هل القصائد الشعرية يعني في محيط دراسة حضرتك كده قريبا يعني إيه حب أنواع الأدب اللي تم ترجمتها من لغات أخرى إلى اللغة العربية وشفت إنه فيه إقبال وكانت بالفعل ساعدت في إسراء الحياة الأدبية في مصر هو من أكثر الأنواع الأدبية اللي تم ترجمتها هي الرواية الرواية والقصة القصيرة فيه طبعا أكيد إنتاج القصائد الشعرية ونثرية لكن قليل لاتجاه الأكبر للروايات للروايات والقصص القصيرة طبعا هناك إبداعات رائعة رائعة في أدب أمريكا اللاتينية وفي شبانيا بس أنا دائما باجي نحية أدب أمريكا اللاتينية عشان تخصص الدقيق تخصص حضرتك يعني مين فينا حتى ما يعرفش مأتعامل العزلة الحب في زمن الكولير جابريل جارثية ماركس هو كلومبي الجنسية وحاصل على جهزة نوبل في الأدب 1982 روائع عوالم تانية ثقافات فظيعة مش ثقافة واحدة لأ ثقافات حد عنده قدرة على مزك الواقع بالخيال هذا المزيج بيسامى الواقعات السحرية إطيار أدبي غني وثري ما ينفعش أبانا بترجم رواية مأتعامل العزلة أو الحب في زمن الكوليرا أو الجنرال في متاهته أو ليس لدى الكولونيل ما يقوله وأنا ما عنديش مثلا خلفية ثقافية عن دولة كولومبيا اللي هي دولة المؤلف ما عنديش خلفية ثقافية عن المؤلف ذاته مش دارس أسلوبه اللي بيتكرر معايا قنمط خلال كل رواياته مش دارس زي بنقول الأسعيب المستخدمة التكنيكس التقنيات اللي بيستخدمها الطيار المتبعة طيب دكتورة نادا سبحيلي هنتوقف ثواني ولكن هنرجع مرة تانية لأنه بالفعل موضوع شيق وموضوع جميل جدا محتاجين نعرف كتير عنه بس هنتلع فاصل هنتلع فاصل مع كل سيد المشاهدين وهنرجع مرة تانية ونواصل لقاءنا نرجع مرة تانية ولقاءنا وفقرتنا عن الترجمة كأسلوب من أسليب المعرفة والثقافة دكتورة نادا عايزين ليتكلم على أنواع الترجمة كده بشكل عام حركة تدينينا فكرة عنها سريعا وبعدين بقى نلقي الضوء كده على كل نوع يعني تمام احنا عندنا الترجمة الأدبية الترجمة الدينية الترجمة العلمية الترجمة الاقتصادية الترجمة السياسية والقانونية والإدارية الترجمة الفورية والترجمة التتبعية اه تمام تمام طب ايه ايه أسهل الأنواع في الترجمة من خلال دراسة حضرتك تقريبا يعني احنا بنتكلم برضو بشكل تقريبي لأنه بالتأكيد كل نوع بيكون مثلا له أوجه صعوبة معينة أو سلبيات معينة لكن تقريبا يعني من وجهة نظر حضرتك كمتخصصة في هذا المجال ايه أسهل أنواع الترجمة وإيه أصعبها أصعبها الترجمة الأدبية الترجمة الأدبية أصعبها لأن احنا عايزين ننقل مشاعر وأحاسيس واتجاه وفكر وأدروجية المؤلف كما هي احنا متفقين أن الترجمة ما هي إلا وسيلة واللغة هي الأداة التي تحقق هذه الوسيلة لازم نتفع لك جزئية دي عشان نقدر نحنا نتكلم مع بعض تمام طيب احنا الاتنين لما أنا أجي أقول الكلمة الكلمة عبارة عن إيه؟ عن رسالة رسالة أطرافها لاقي ومتلقي احنا الاتنين نفس الثقافة نفس اللغة ما فيش عند نفس الخلفية الاجتماعية ما فيش عندنا عائق طبعا لما بنئ الرسالة ما بين ثقافة مختلفة إلى ثقافة مختلفة مشاعر والتجاهات وفكر وأيدولوجية مختلفة من جانب إلى جانب آخر ده بيبقى أصعب وقدر أن نقع عنها زي ما هي وتوصل للقارئ في مكان تاني خالص فأنا بعتقد حسب وجهة نظري أن الترجمة الأدبية من أصعب الترجمة لأن هي مرتبطة زي بحرك أشارتي بمشاعر معينة وبأحسيس فأعتقد أمر صعب جدا ترجمة المشاعر وترجمة الأحسيس ترجمة الفكر ترجمة الاتجاه ترجمة الهدف مثلا من كتابة هذا العمل الأدبي فأعتقد ده بالفعل ده نوع قد يكون صعب شوي الأصعب وكل نوع له طبيعته يعني مثلا ما بجي ما تكلم عن الترجمة الدينية احنا بنتكلم هنا عن عقيدة فمحتاجة ترجمة بشكل احترافي قوي جدا بتكلم عن شعائر بتكلم عن قواعد بتكلم عن بخاطب بخاطب فئة معينة يأما عايزة أجذبها للانتماء إلى الدين أو أثبت عندها العقيدة فلازم تكون كل كلمة فعلا ليها قدر وحساب صحيح صحيح الترجمة الاقتصادية ده بتكلم في دول بتكلم على مستوى رجال أعمال بتكلم على مستوى هيئات اقتصادية كبيرة سواء قومية أو عالمية فبرضو أكيد مش بالأمر الهيئ صحيح واسمحي لي برضو نتوقف عند الترجمات الاقتصادية لأنها بتبقى مرتبطة عالميا يمكن مش مرتبطة بفكر مثلا زي ما بنقول في الترجمات الأدبية بفكر شاعر أو أديب أو كاتب لا نحن هنا بنتكلم في اقتصاد ودائما الاقتصاد بيبقى عالمي يمكن وشوفنا كمان في المرحلة الأخيرة ويعني هذه الأزمة لنتيجة الحروب فاقتصاد العالم كله بقى يعتبر تقريبا شبكة واحدة لا ينفصل يعني ففعلا الترجمات الاقتصادية دي بتبقى مرتبطة بالعالمية أكتر حقيق حرك لكي خبرة أكتر في أي مجال من مجالات الترجمة ولا متخصصة في أدب أمريكا اللاتينية أدب أمريكا اللاتينية وفي الترجمة الترجمة السياسية والقانونية والإدارية السياسية والقانونية والإدارية طيب ده شيء رائع جدا الترجمات السياسية دي برضو خاصة بعلاقات الدول بعضا بعلاقات الدول والترجمة السياسية من الترجمات الحقيقي صعبة ومحتاجة الواحد يكون متابع إن السياسة لازم تكون معاها ساعة بساعة دقيقة مش يوم بيوم ولا كل فترة ومرتبطة بالسياسة والاقتصاد صحيح دايماً بيقول السياسة والاقتصاد وجهان العملة وحدة وفيه دي بقى هنا الترجمات السياسية والاقتصادية دكتورة هي بقى ملهاش دعوة بالمشاعر والأحسيس والكلام دها هي لها دعوة بواقع عملي بس أوقات هنا الكلمة بقى بتفرق يعني مثلاً كلمة يجب أو مثلاً يجوز أو أعتقد في الترجمات القانونية والاقتصادية تقريباً تفسير الكلمة بيفرق من معنى المعنى أكيد طبعاً يعني ما أقدرش أننا أتكلم على لسان وزير أو سفير وأقول شدد لو كانت شدد ممكن أقول أشار لو هو أشار بزاك في حالات معلها ممكن تحطني في قلب مش بتاعي أنا أخلي دايماً أن أقول أنا أكون مرن أنا بتعصناف لكسيب لشخص مرن أكون مع النص أنكمش وقت من النص ما أنكمش وتمدد وقت النص ما يتمدد مش أنا اللي أفرض عن النص اتجاه أو كلمة خصوصاً مثلاً أنا بتكلم عن أسباب حرب ما بين دولة ودولة أي لازم أن أنا كمان قبل ما بتيت ترجم النص يكون عندي أو ترجم المقال يكون عندي خلفية كفاية جداً عن هذا الموضوع لكن مش معنى أنا عندي خلفية زيادة مش معنى أن أنا أريت معلومة زيادة أن أحتاجه نص لا في أمانة الترجمة أنا بنقل النص تلك والآس زي ما هو لكن أنا عندي خلفية ثقافية أريت عنه بمختلف اللغات بتاعتي عشان أقدر أستخدم اللغة كأداة واستخدمها بشكل جيد وراقي صحيح صحيح طيب ننتقل للترجمة العلمية وأعتقد يمكن الترجمة العلمية دي قد تكون أسهل أنواع الترجمة لأنه ده علم حقيقي ده علم يعني زي ما بنقول كده بشكل سريع واحد زي واحد يسوي اتنين ما فيهوش برضو ما فيهوش فكر ما فيهوش رؤية ما فيهوش أبعاد هنترجم المصطلح العلمي زي ما هو ما فيهوش بس هو محتاج إلمام علمي كبير يعني مثلاً لو أنا عايزة أعمل قموس عن المصطلحات السياسية وإحنا ما عندناش ده بشكل كبير قوي مش منتشف بما فيهوش كفاية ومحتاجين نعمل عليه فوكس أكتر حيك شايفة فيه كمية مصطلحات سياسية مستخدمة محتاجة أعمل زي ما عميت جارد كده قموس كبير محتاج إلمام محتاج وقت محتاج مش شخص واحد مثلاً محتاج ده فريق أعمل قموس للمصطلحات الاقتصادية فيه قواميس للمصطلحات السياحية يعني القانونية أو كمان لو إحنا نتطرق بقى بانا عن السياسة والاقتصاد لو حنخش في حاجة مثلاً طبية يعني مثلاً فيه قرصات متخصصة للدكاترة اللي بيسافروا دول ما وأنا تشرفت أن درست لمجموعة من أطباء العيون كانوا مسافرين مدريد أن أكبر مستشفات الإسبانيا فهم محتاجيني مثلاً يدرسوا اللغة الإسبانية عشان هائق اللغة للتواصل مع الشعب الإسباني يبقى الموضوع سهل بلس طبعاً هما بيدرسوا هناك في جامعات باللغة الإنجليزية ده محتاج يعرف برضو حاجات معينة إن بتوقف قدامه هناك محتاج يستدم قواميس باللغة الإسبانية تبقى عنده الفكرة عن اللغة يعرف في صرف نفسه فده موضوع برضو متخصص قوي حتى لو كانت درستوا بالإنجليش هناك بس بتبقى شوية إنجليش وشوية اسبانيش لازم يبقى عارف لغة البلد يكون ملم كده بشكل سريع بلغة البلد اللي هيروحها ما لقاش القموس اللي هو محتاج وده يقدر يدور عليه بلغة أهل البلد وحلقيه متؤثر يعني نقدر نقول كده أنه الترجمة العلمية تعتبر إلى حد ما أسهل أنواع الترجمة إلمام القدرة على الإلمام والعمل في فريق ودايما يمكن دلوقتي يعني زمان كان فيه مفهوم أنه مثلا ممكن فيه دول أخرى تكون متقدمة في مجال معين أو في إجراء عمليات جراحية معينة دلوقتي عندنا هنا في موضوع لله ومهارة الطبيب المصري ودايما بيقال أنه خلاص ما بقاش فيه حاجة بعيدة ولا بقى فيه حاجة مش معروفة دلوقتي من خلال الترجمة وسائل طبعا التواصل الاجتماعي دلوقتي أصبح العالم كله وكأنه قرية صغيرة يعني كلنا عارفين إيه التجارب العلمية اللي بتجرى إيه العمليات العلمية اللي بتجرى في أي دول أخرى وممكن بيتم التواصل بيتم الإستعانة بيها هنا في مصر حقيقي طبعا من خلال الترجمة حقيقي حقيقي طيب الترجمة الفورية بقى يا دكتورة يعني دي برضو أعتقد من أصعب أنواع الترجمة يعني ولا إيه رأي حضرتك؟ الفورية والتتبعي الفرق ما بينهم من الفورية أن أنا بتكلم فقرة بقول فقرة والجامبي المترجم يقوم بترجمتها مرة واحدة فممكن هو خلال الترجمة الفورية يعني يعمل عملية إزادة يزود على النص أو يقلل من النص يستقصل من النص ممكن حاجة توقف قدامه أو شايف أنه ملاحش لازمة أو الشخص المتحدث بيعيد ويزيد بيعيد ويزيد فتكلم نص ساعة اللي هو يعني كتيرا ده يتم ترجمته اتنب فبيبتدي أنه هو يقصه ويقول الفقرة محتوى الفقرة لأنه الترجمة التتبعية جملة جملة يعني أنا مبارح في حدث النهاية كنت أيما بدور الترجمة التتبعية في إحدى الجماعات الخاصة مع عميد كلية فجملة جملة يعني أن إحنا محتاجين نوصل رسالة المضوع أدوء أهمية مش مجرد بضمون تمام في الترجمة التتبعية أو الترجمة الفورية يا دكتورة حضرك بتبقي مثلا فيه اتفاق مثلا بين حضرتك وبين الدكتور أو بين المتحدث مثلا في ندوة معينة هل هي هو هيتكلم يعني هتبقى ترجمة فورية ولا هتبقى ترجمة تتبعية بيكون فيه اتفاق أنه هو هيتكلم مثلا وحضرك تترجمي كل فقرة أو هو هيتكلم جملة جملة زي ما حريكي قلتي وحريكي هيبقى فيه ترجمة تتبعية هو بيبقى فيه حاجتين طبعا أول حاجة المامي أنا كمترجم بالموضوع اللي أنا هقوم بترجمته لازم أكون عن إيه هلأ مثلا أنا رايحة مثلا إيفنت لتكتيم شخص ما وبترجم للناس اللي قاعدة إيه الكلام اللي بيتقال زي مثلا لو حدث في السفارة فلازم أكون الأول عندي الداتا المعلومات الكافية عن هذا الشخص إنه واحد بيتكرم شيء طبيعي حيتكلم عن سلطة الزتية صحيح حيتكلم بيحب إيه بيكره إيه نفسه في إيه حابتي لجمع الداتا عنده عشان يبقى أنا عندي المرادفات الخفية القوية المناسبة اللي أقدر أني أستخدمها وعزز اللغة بتاعتي دي رقم واحد رقم اتنين باتفق مع الشخص الضيف أو الشخص اللي هيتكرم حالك حايا بيبقى نقولي الكلام بشكل دقيق فتبقى تتبعية جملة جملة ولحيك عايز كل فقرة تقولها أدي المجمل بتاعها الكونكلوجين وتبقى لاتجاهه ورؤيته بيتم الأمر بس صحيح بيبقى في تنسيق أو في اتفاق هذا اسمحيلي بقى نقف عند جانب مهم جدا من جوانب الترجمة وهو دور الترجمة في دعم القطاع السياحي في مصر وإحنا الحياة طبعا عندنا في مصر يعني مقاصة سياحية رائعة جدا عندنا مناطق أثرية لها قيمة تاريخية عظيمة جدا مش بس في مصر ولكن يمكن على مستوى العالم كله ولكن أعتقد أن احنا محتاجين نعرف كل دول العالم بتاريخ مصر وما تستحقه مصر من تقدير ومن معرفة لتاريخها بشكل يمكن أكثر كمان مما هو موجود حاليا يعني العالم كله عارف تاريخ مصر ويقدرها ولكن محتاجين يكون كل دول أو بكل لغات العالم زي ما بنقول فدور الترجمة إيه في دعم القطاع السياحي في مصر دور الترجمة قوي في دعم القطاع السياحي حقيقي بس يمكن التركيز بيكون أكثر على اللغة الإنجليزية عن اللغات الأخرى الفرنسية تم اللغات الأخرى كالإسبانية والإيطالية والروسية وما شبه ذلك لكن في دعم ممكن يكون إحنا محتاجين تعزيز هذا الأمر عشان نعدد القطاع السياحي ده أمر إحنا محتاجينه لكن أنا مقدرش حقيقي أقول أن الدولة فيه اتجاه كبير جدا جدا ومرجز المركز القومي للترجمة في مصر دوره كبير جدا جدا في تعزيز القطاع سواء السياحي أو القطاع التعليمي أو كل ما يخص الترجمة صحيح يعني كنا دايما بنتكلم برضو بشكل عام وإحنا بنتكلم عن دعم قطاع السياحة محتاجين مثلا في المناطق الأثرية الكبيرة يكون فيه زي زمان كده كنا بنقول بانفلت أو مثلا أو بورشور كده بلغات كتيرة مش بلغة الإنجليزية مثلا والفرنسية فقط لأ محتاجين يكون بلغات مختلفة بحيث أي سائح من أي دولة أخرى يعرف تاريخ هذا المكان باللغة الخاصة به طبعا هتكون أسهل وأوضح بالنسباله يعني محتاجين من خلال السفارات سفاراتنا في العالم حقيقي يكون فيه برضو بورشور أو بانفلت أو كتب أو يعني بس أحقا الحق ده موجود ده موجود وأنا بتكلم عن ده يعني تبقى اللي عملي في وزارة السياحة على مدار عشر سنوات وده حقيقي كان بيتم بالتعاون ما بين وزارة السياحة والأثار وهيئة التنشيط السياحي في بانفلت وفي بورشور لكل أماكن مصر مصورة وجميلة ورائعة ودايما فيه تعاون ما بين وزارة السياحة وهيئة التنشيط والخارجية المصرية لإنداد وتعزيز السفر المصريين برا مصر بكل ما يحتاجه من مواد دعائية لمصر ودلوقتي طبعا أكيد العالم كله عارف بالموادرات الرهيبة لتطوير مصار رحلة العائلة المقدسة وقد إيه في بشوز رائعة رائعة في بشوز رائعة بتشرح مصار رحلة العائلة المقدسة وجميع النقاط التي مرت بها العائلة المقدسة في مصر برضو بلغات مختلفة يا دكتورة بلغات مختلفة بحرم نتكلم عن السياحة هل نقدر نقول في حاجة اسمها ترجمة سياحية أو ده يأتي تحت أي نوع من أنواع الترجمة يعني اللي خاصة بالسياحة هي فعن الترجمة السياحية ليه إكسبريسيونس معينة مصطلحات معينة علم أننا بدرس المعابد يعني هي مرتبطة مش بس لغة هي لغة ومعرفة بالآثار وبالقطاع السياحي يعني ما ينفعش أي حد معا لغة ينزل يشتغل مرشد أنا ممكن أعمق يعني أكون كجاية أخذك من هنا وديك هنا لكن إني أشرح لك لازم يكون عندي المعلومة الكاملة مثلاً لو إحنا رحيم معبد أنا عندي معلومة كاملة عن المعبد آه لس عنصر اللغة إن إحنا متفقين في الأول آخر إن اللغة ما هي إلا أداة الأداة اللي أنا أبعبر بيها بس لازم يكون عندي المعارفة اللي أقدر أستخدم اللغة حتى أعبر بيها طب أنا لو عندي الأداة وما عنديش المعارفة المعادلة مش صحيح 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 نقدر نقول أداة أو أسلوب كمان يا دكتورة يعني مثلا لو بيتحدث مع شعب انجليزي غير مثلا شعب ألماني غير لو شعب صيني أعتقد كل نوع من أنواع الشعوب بيبقى له مثلا اتجاه أو له طريقة معينة في تقبل المعلومة يعني في بعض الشعوب بتبقى بتهوى مثلا الأماكن الثقافية بيبقوا عايزين معلومات أو تاريخ هذا المكان في بعض الشعوب عايزين يعني شايفين المكان بشكل جمالي أكتر أو بشكل ممتع أكتر فأسلوب برضو الترجمة هنا وإحنا نتكلم عن الترجمة السيحية أعتقد بيفرق بين شعوب العالم وأنا رأي حضرتك إيه؟ أعتقد زي ما حابتك بتقولي طبعا كلمك صحيح جدا يعني بيبقى اتجاهنا للدستيناشن بيبقى طبقا للجروب اللي قدامنا يعني التوجه بتاعه إيه؟ هل هو عايز السيحة شاطئية؟ عايز أثار؟ عايز عايز يعمل سفاري؟ هو جاي محتاج إيه؟ يعني في الآخر الغرض الأول والأخير الإمتاع بحيث لما يمشي هو مستمتع وعايز يرجع تاني يرجع تاني يجرب الأنواع المختلفة اللي هو مجربهاش مسيحة لكن أنا عايزة أوضح حاجة حررت الكلمة اللغة كأسلوب هي فعلا اللغة كأسلوب لأن في الآخر هي اللغة بتعبر عن فكر البني آدم عن اتجاهاته أكيد إحنا كلنا مش بنتكلم زي بعض وده نابع ثقافة وتربية صحيح صحيح يعني مثلا كنت حاجة بقى أنا حقولها بشكل متخصص شوية ويخصة باللغة الإسبانية ما ينفعش أننا أكلم سفير أو مستشار وقوله أنت فيه في اللغة الإسبانية الإكسبليسيون المصطلح بتاع حضرتك فيه اللغة الكولتة الكورتسية لغة الأدب اللي أقدر أتعامل بيها مع الإليطة مع الناس النخبة وفيه اللغة الفاميار اللغة المألوفة اللي أنا أقدر أتعامل بيها مع الأصدقاء ومع الأسرة ده بقى حيثيات داخلية لكل لغة فيما هو عام كأداة وكأسلوب فردي وشخصي وفيه حيثيات خاصة باللغة المترجم أو المرشد بيستخدامها آه طبعا ده مهم جدا وبرضه جي مع الإسلوب يعني فيه التناول أو فيه الترجمة تحديدا إسلوب المرشد نفسه يعني بيترجم مثلا بابتسامة كده جميلة لو مثلا حد من فرد من أفراد الفوج وإحنا بتتكلم طبعا في الجانب السياحي طلب أنه يعيد شرح مثلا جزء معين فيه مرشد بنلاقيه يعني ممكن يبقى جاد شوية يقول لا أنا تكلمت عن المنطقة دي مش هتكلم عنها التاني وفيه مرشد بيبقى فرندلي يعني دايما كمان كتير من السياح يقولوا الشعب المصري شعب ودود شعب فرندلي يعني وفيه بيبقى حد لطيف بيعيد مرة تانية وتالتة فبرضو هنا اسلوب المرشد في الترجمة أو في نقل المعلومة أعتقد بيبقى ليه دور كبير جدا مع الفوج السياحي ليه دور كبير وحقيقي الشركات في بعض الشركات السياحية بتعمل تقييم للمرشد وده أمر بيكون جميل قوي إن بيبقوا شايفين هل الشخص ده علي يعني ايه التعليق اللي جيه عشان يكون على طول سابورت ليه وبرضو في النهاية دي دي سمعة بلد أكيد مش بس الشركة دي دي بلدنا صحيح دي ومصرنا الحبيبة الجميلة الحقيقة يعني كلنا كلنا بنعشق طراب مصر وكلنا بنعمل لخدمة مصر دكتورة نادا حرك شرفتين ونورتين في هذا اللقاء القيم عن الترجمة والترجمة فعلا مهمة في هذه المرحلة لأنها لغة أو هي اسلوب أو فن التواصل بين مصر وبين كل دول العالم إن شاء الله هيكل لنا لقاءات قادمة مع حضرتك شرفتين ونورتين شكرا لحضرتك أشكرك مشاهدينا الكرام بكده بنصل الختام حلقتنا النهاردة من برنامجنا بنصبح عليك بكرة إن شاء الله لقاء جديد وأسرة جديدة ودايما فقراتنا جديدة مختلفة متنوعة انتظرونا دايما وبنصبح عليك